خلي بالك أنا بمشي إزاي في ترتيب الأخبار يعني بقولك الدولة من تحت لحد ما نوصل فوق أنا مبسوط من نجاح المؤسسات يعني يكون نجاحة إنك تقول الرئيس 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 طبعا لكن أكبر من هذا النجاح أن تقول أن الرئيس خلق مؤسسات نجحت هو ده جمال نجاح المؤسسات يعني دولة بمؤسساتها هو ده عظمة المرحلة اللي احنا فيها إنك بتروح لحد المحافظ ورئيس الحي ومدير الأمن تلاقي فيه انضباط بتروح للسياحة وقطعات السياحة وغرب السياحة انضباط بتروح للسياحة وهكذا ده كله بقى بيطلع فوق عشان رئيس الدولة ياخد تمام يا فندم إيه اللي على الأرض مظبوط ولأول مرة يبقى عندنا يعني أو يشعر المواطن إنه يبقى فيه الشغل على الأرض وبيطلع لحد التدرج الهرمي حتى رئيس الدولة ده بيبان في الاجتماعات اللي بيعقدها الرئيس كل يوم نهاردة الرئيس وجه بضبط الأسواق ومواجهة المحتكرين وتوفير السلع قبل رمضان ده أول اجتماع عقده الرئيس كان موجود فيه دكتور مصطفى مدبولي وزير التموين وزير المالية التنمية المحلية الداخلية الزراعة مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اجتماع الرئيس قال فيه السلع أكل الناس في البيوت إيه الأخبار فعلى فكرة ده تقريبا في نفس هذا الموضوع يمكن يكون الاجتماع الثاني أو الثالث عشان نتطمن على توافر الغذاء في الأسواق ودي الحاجة اللي لازم كل يوم تبقى متطمنها الشغل الشغل للحكوم ففي هذا الاجتماع الرئيس تناول متابعة الموقف الخاص بالسلع التموينية والمواد الغذائية في الأسواق وحتى مع التداعيات لفيروس كورونا والسيناريوهات التي يعني أعدت لهذا الشأن وزير التموين قال وفي حضور الرئيس الاحتياطات الاستراتيجية للوزارة من السلع الأساسية تكفي مشيرا إلى توفرها تماما كما عرض في هذا الصدد جهود الوزارة لإتاحة السلع الأساسية بالمنافس الحكومية والتنموينية على مستوى الجمهورية وسيد وزير الداخلية استعرض جهود الوزارة بالتنصيب معجهات المعنية في ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار هقف عند النقطة دي أنت ممكن يكون الراجل اللي تحت بيتكو مزود السعر ده طبيعي ده البشر في كل حتة طبعا نتمنى أن لا يحدث بس طالما فيه سلوك بشري هتلاقي فيه نسبة غير منضبطة عشان كان الداخلية شغالة عليهم برضه أنت كمان خليك عنصر إيجابي كلم الداخلية قول لهم أنا شايف فيه واحد اتنين تنة اربعة ما هو يعني خلينا نقول 95% ملتزمين فيه 5% مش ملتزمين هنبلغ عنهم والداخلية النهاردة الوزير أمام الرئيس بيعرض قدامه يعني الضبطيات اللي تمت ما هي السايبة هي وخلي بالك بقى الداخلية والنيابة مش هيرحموا بقى في الوقت ده يعني انت بتتكلم في 5 جنيه زيادة في السكر ولا مش عايز في ايه وعايز تطمع فيها خدها يعني انت ممكن انت نفسك ما ترجعش بيتك تاني ده قانون وانت بتتاجر في أقوات الناس فلذلك النهاردة اجتماع الرئيس أعتقد أنه يعني كان كاشفا لكل هذه الأمور وطبعا تمام يا فندم النهائية جاءت من مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية نقوات المسلحة تحدث عن مساهمات الجهاز في مختلف المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي في الدولة ترجمة نانسي قنقر